طيب رواية بنت الباشا تحديدا رواية اللي طلب انها تتحول لفيلم سينمائي يعني كلميني عن الرواية دي تحديدا لان هي رواية استثنائية جدا يعني حزينة على سعيدة على قصص كتير انا ممتنة الحقيقة للرواية دي يعني هي كتبت في ظروف نفسية بالنسبالي كانت صعبة جدا كنت كنت تعبانة نفسيا كان عندي اكتئاب وكان عندي مشاكل وكان عندي كمان ان انا كنت شايلة هم العالم جدا انا دايما فيي الموضوع ده ان انا بشيل هم العالم بشوف الملاحظات اللي في الشارع المشاكل اللي بتعرض لها المرأة حتى المعاناة بتاعة الاطفال فده كله بيتراكم جواي بشكل كبير وبيسببلي فعلا ازمات فكانت دي طريقتي في التعافي فعلا انا مؤمنة جدا ان الكتابة فيها تشافي فيها تعافي والرواية دي اللي كتبت في ظروف صعبة كانت مفيدة على كل نواحي كانت نعمة كبيرة الكتابة فعلا نعمة كبيرة خليها نحكي للمشاهدين عن الرواية اللي هي بتبقى في بيوتي سالون بيوتي الباشا وفيها الشخصيات اللي هي طبيعي جدا يكون فيها كل الانواع يجمعوا في المكان ده اولا كان بيقولوا البطلة نادية يعني بيقولوا انا حسنة تشبهك انتي او انتي دايما هي حالك او لان انا عندي الفكرة دائمة ان انا عايزة المس الناس في اخدنا القلم بتاعهم والحزن بتاعهم وهما يبقوا كويسين ودي فكرة على فكرة مؤذية جدا مؤذية للنفس يعني الدكتور بتاعي لما قلت له الفكرة دي قال لي يعني دي حاجة مش حلوة ما هيش حاجة نبيلة يعني فانتي لازم تتخلصي منها ومن هنا بدأت الحكاية كلها من هنا بدأت فكرة كتابة الفكرة دي اوزعت الحزن لجواك على باقي القصص صحيح يعني اديتي للناس تانية بقى الحكاية او لان المعنى في الرواية هنا واللي بيتضح في النهاية ان الحزن لقى اساسي في العالم لازم الواحد يمر بيعشان يعرف يدوق برضو طعم الفرح وطعم السلام وطعم السعادة ماينفعش يبقى فيه حد ياخد الحزن منك ويسيبك كده ما انت مش هتعيش مش هتبقى حياحة يا ايه لما انا توصلت الفكرة دي وانا بكتب انا نفسي بقيت كويس او تحسنتي دايب خليني كده اسألك يعني الرواية لان فيها قصص كتير لفتيات وسيدات وكل واحدة في معاناة احيانا برضو بتبقي كل قصة بتديها يعني احنا بنشوفها لحم ودم يعني بنبقى لمسنها صحيح بس بتبقى متعبة ايه اكتر القصص اللي حبيتتي تقدميها في الرواية دي هونا فعلا بتقمص شخصياتي لدرجة مؤلمة يعني وساعات بيتحولوا لحاجات حقيقية تحيتني يعني وبتكلم معي متحولين في الرواية اه وكل شخصية فيها كمان في الرواية انا حطة فيها فعلا جزء من نفسي يعني مش هقول هما دايما يقولوا كتابة الذاتية ما هياش حاجة عظيمة وانا طبعا رفضة الفكرة دي لكن هي مش كتابة ذاتية قدمة هي ان الكاتب بيضع روحه في الشخصياته وتالي كل الكتاب المتميزين بيعملوا كده في الرواية هنا كانت طبعا البطلة الرئيسية نادية كانت الحقيقة ده الغلاف الاولاني ده الغلاف الاولاني كوتشينا ايوة او ده ثاني غلاف طب الغلاف الاولاني ليه كانت ورقة الكوتشينا او البنت او الحقيقة عبد الرحمن السواف ومساوم الاغنيف هو اللi عمل غلافين وكان عنده الفكرة بتاعت ان العكاز بتاع البنت ده زي ما يكون فعلا انها ممكن تبقى كده او كده او ان هي البنت دي اللي بتعرف تاخد القلام دي كأنها هي الشوكتشيه والرغلاف الثاني هو مركز أكثر على فكرة الكوفير المركز التجميل اللي هو مجتمع مغلق جدا لكنه في نفس الوقت هو منكشف تماما المرأة في تنكشف بشكل يعني الحقيقة كان يصير اهتمامي